يبدو لي الإعلام الدولي والصحف الدولية بتسير في ركب هذا التضليل الأمريكي الأوروبي المطلع على صحف العالم النهاردة يلاقي مثلا طبعا الانديبيند البريطانية بتقول أن الطريقة الوحيدة لإنهال حرب في سوريا هي ضربات دقيقة بعد هجوم بالأسلحة الكمالية بعد هجوم يعني شوفوا بتقولي بعد ما يعني فيه سوريا هجمت بالأسلحة الكمالية جيمس ماتس بيقولوا دربة الأمريكيات ضد النظام السوري دربة لمرة واحدة في الوقت الراهن لكن يمكن أن تتكرر هذه الدربات الجارديان بتقول الغارات على سوريا تؤكد أن الغار بجد بشأن الرد على استخدام الأسلحة الكمالية ضد المدنيين شوفوا المسخرة دي شوفوا المسخرة دي لأن أنا أزعليكم فيديو دلوقتي يؤكد هذه الكذبة اللي خلقها المخابرات البريطانية الإم إيسيكس وهقول لكم ليه الجارديان برضو بتقول ليه وجد خيار جيد في سوريا لكنه طريقة لجعل الأسد يدفع ثمن أخطائه طبعا جيمس كومي اللي هو عامل كتاب بيشبه ترامب برئيس المافيا برضو الكتاب واخد بعض متاخد منه بعض المقتطفات في الصحف العالمية زي التلي تلي جراف التلي تلي جراف بتقول التقرات البريطانية تنفيذ هجومة النجاحة على قوات الأسلحة الكيمائية في سوريا كله بيقول لك فيه فيه أسلحة كيمائية في سوريا واشنطن بوست عاملة منشط كبير بتقول كلاب الحرب تعوي في واشنطن النورك تايمز بتقولهم اللوات المتحدة تهاجم سوريا في ضربة انتقامية اللوموند الفرنسية الحقيقة اللي صدمني التلميذ مراتو بيقول ماكرون يأمر بتدخل عسكرين في سوريا إلى جنب مع اللوات المتحدة وبريطانية لم يتعلموا مع انه توني بلير اعتذر وقال احنا كنا مخطئين ان احنا مشينا ورا جورج بوش الابن وصوروه على انه كلب بيجروا جورج بوش الابن ساعتها صحيفة هولستريت جورنال الامريكية بتقول امريكا بريطانيا فرنسا بتشن هجوما على سوريا بسبب استخدام الاسلحة الكيمائية في البلاد طبعا شبكة السين ان برضو دي ده شغال مخابرات امريكية زي الفل بتقول الطائرات البريطانية تنضم للهجوم على سوريا لعقاب الاسد 100 ضربة جوية مرة واحدة على سوريا الوقف رئيس سوريا 100 ضربة جوية مرة واحدة طيب نشوف بقى كده عايز نشوف الاول فيديو بتاع الفابراكا نشوف فيديو ازاي وشاهد عيان على اللي حصل تخيلوا معايا وغالبا الشاب اللي قال كيماوي كيماوي دي 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 شكلها غبار كيماوي غبار اسلحة كيماوي ممكن يبقى او مش ممكن ده هو بلا شك مما سمي بالجيش الحر اللي هم منتخب الارهابيين جيش النصرة وغيره اللي احتلوا سوريا واحد منهم طلع او واحد مقجور اللي هؤلاء طلع وقال لك ايه الحقه ده غبار كيماوي يوم احد اللي موجودين هناك من المنظمات المقجورة مشاير على مشاير على السوشيال ميديا او عامل مدخلة مع قناة الحقيرة اول قناة عربي قالت حكاية الكيماوي كانت قناة الحقيرة وهي اللي زعت الفيديو اللي انا زعت يوم الاربع المفابرك فهب اجتماع بتلابي اهما كانوا مستنين ما هي الخطة كده اسرائيل امريكا الغرب احنا عايزين نضرب سوريا